كون كوديفوى 2019 أقام كبيرة من منافسات دول مجموعات لأسدل عليها السيطار أول أمسين الأربعة 24 يناير 2019 بتسجيل 19-80 هدف في السر 30 المقابلة منافسة تعرف مفاجآت مثيرة من طرف منتخبات مغموعة ومستويات متعدبديبة أو ضعيفة من طرف منتخبات وصفات قوية ضعيف مناخية استثنائية قسمت المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمن إلى نصفين ثمانية سبق اليوم تتويج بالأمير السمراء وثمانية لازالوا يطاعدون حلوما طال انتظار معطيات وإحصائيات وأرقام دور المجموعات مع ضيف حلقة اليوم من برنامج سوديو الكران على قناة أنفاس بريس سيدري سعبيس أهلاً ومحباً بك أهلاً وسهلاً وشكراً على الاستضافة في قناة أنفاس بريس أتمنى إن شاء الله نكون في المستوى أنطلوب إن شاء الله شكراً لك على قبول دعوة البينامج حاضرين شكراً شكراً سيدريس أولاً سيدريس نبغي نسولك على العقوبة التي فرضها الكاف على النخب الوطني والجامعة الملكية المغيبية الكوات القدم ماذا تتعلق ديارك عنه؟ أولاً فرد التظاهرات العالمية كنظم بأن اللجنة المنظمة أو الكاف لابد أن تراعي أولاً حجم الضغوطات لأن من خلال متابعتنا كالجماهير ولكمتتبعين المشهد الذي وقع في آخر المباراة فكنظم بأن وليد رقراجي دخل لتحييات اللاعب وكذلك نظر للعلاقة التي تربطنا على مستوى المنتخبات وكذلك كنخب وطني فكنظم بأن فذلك اللحظة ربما كان لا مبولات من اللاعب للنظر في وجه المدرد بكل تقدير واحترام لأنه سلم عليه بحكم أنه عميد للفارق وبالتالي كانت تمنطلقت هذه الشرارة التي حصلت ولكن نظن بأن الكاف ربما ما حولش تستعين يعني بدقة ماذا وقع في الأولويات وبالتالي كانت أعتبر بأن ذلك القرار غير صائب خاصة بأن هذه القرارات يمكن كان المنتخب المغربي أن يخرج منها لأنه صعيب جداً لأنه قبل المباراة بتوقيت زماني قليل جداً وكذلك حتى الاستعداد النفسي للمدرب للمقابلة لأنه لم يهيئ اللاعبين لهذه الضرفية ولكن كنظن بأن وليد ريجريجي ربما عرف كيف ضبر الأزمة العلاقات هي ما بين اللاعبين في أسرع وقت ممكن والحمد لله هناك مساعد مدربين أو مساعدين للمدرب اللي هم عندهم خبرة وتجربة وعندهم أحد العلاقة اللي يحاولوا أنهم يستنسبوا هذه المضعية وهذه أول مرة كيكون فيها مثلاً الناخب الوطني خارج الأسوار في نهائيات وفي إقصائيات عالمية أكيد تحددت سيدريس على الناخب الوطني والإدراجي وعلى الطاقة المرافق له كيف تشوف تدبير ديالهم لهذه المقابلات لأخذناها لحد الآن في المنافسات الإفريقية في كأس في هذه المنافسات الإفريقية؟ أولاً لنفس رأيي العام وللجمهوري يعرفوا بأن ما تكون أنت واحد صلوح بنتيجة عالمية لا بد أن تكون عندك واحد الإنجاز كبير جداً وهذا الإنجاز كبير أي منافس ديالك أنه يخصوه أنه يوصل المستوى ديالك وبالتالي أنه يبحث ويشتهد أكثر بأنه يدري لك واحد العراقي الطاكتيكية من أجلي أنه يأخذ منك الانتصار من أجل تحقيقه للداتة دياله ويأما أنه يدري معك نتيجة تعادل وبالتالي أنه جميع المتخبات اللي لعمها في هذا الكندي كلها كانت تنهجوا أسلوب دفاعي أولاً كانت تريد لك واحد هجوم دفاعي أكثر من أجلي أنك ترتكب بعض الأخطاء اللي هما كانوا يبحثوا عليها وخاصة جميع الإنظارات أخطاء على مستوى المنطقة ديالك نقوله منطقة ديال إنهاء الهجمة هذو كل الأشياء خلت وليد رقري أولاً يعني سيحتفظ على المرتبة دياله وأنه عنده الهدف الوصول النهائي واللي هو الهدف الأسماء دياله وديال الجماهر البغربية وكذلك المنظومة الكوروية الوطنية وكذلك أنه يتغلب على واحد العقلية لأنه الآن خرج من التفكير العالمي مع مدربين في المستوى الكبير ثم دخل واحد المستوى إفريقي إلى جانب ذلك وهناك الظروف المحيطة بالقرى الإفريقية وخاصة في كونديفار من ناحية الموناغ من ناحية توقيت زماني من ناحية العمي سنعود إلى حديث على هذه التفاصيل في بقية أسئلة حوائينا سيدايس المنتخب الوطني سجل خط ثلاثة ديال المقابلات سجل خمسة ديال الأهداف وتأهلك متصدى المجموعة كيف تقييم هذه الأرقام؟ أولا من خلال الأرقام قبل أن تحدثوا على الأرقام ديال المنتخب الوطني لابد أن نضعه في صيق دياله العام الصيق العام الآن تقريبا ١٩٩ هدف كل أهداف نسبة كبيرة تقريبا ٥٦ هدف تشجلت في الشوط الثاني و ٣٣ في الشوط الأول كيف أن المنتخب المغربي يعرف كيف يأخذ من ٣٣ الأهداف المبكرة لأنه على الأقل كان دائما كيف تلك الطراوة والنجاعة الهجوم دياله يستغلوا ٢٠ دقيقة الأولى من أجل الشوط الأهداف وليش فينا التوقيت الزماني كيف أن دائما المنتخب المغربي كيف يكون في الأول عنده واحد نجاعة هجومية ولكن يتحمل ديالها وخاصة على مستوى التركيز الديني لأنه يتحمل تقريبا ٢٣ ديالتوقيت الزماني زائد الوقت لإضافيه هناك يبان بأن المنتخب المغربي عنده شخصية دفاعية للحفظ على النتيجة وهذا شيء مهم جدا لأن المنظومة كلها دفاعية ولكن في نفس الوقت ترهيق الخط الدفاع ديالنا والحراسة وليش فينا بعض الأحيان كأننا في بعض القوسين دخلتنا الشكوك ولكن كان نظن بأن المباراة التولى غيغير من الأسلوب ديالي لأن هذه المباراة كان عندك حضوض بحسب النقاط ولكن الآن خارج المغلوب فهذا كيف يبان أولا يجب أن نضبره لأنه سيقدر لو سينافتع دور ستوصل إلى الأشواق إضافية ثم إلى ضربات الترجع فهذه كل الأشياء أخرى يجب أن نعاني منها أكيد تحددت على المنظومة الدفاعية للمنتخب الوطني خلال هات ثلاثة المقابلات شبك ديالياسين بونو لم تتلقى سوى هذفاً وحيداً وش يمكن نقوله أن هذا المعطاء يعكس لنا القوة ديالجبهة الدفاعية أم أنه تحصل حاصل لمستوى الخصوم اللي وجهناهم في هذه المقابلات لا أشوف أولاً باش نكونوا واقعيين يعني من الحراس العالميين ويعني على مستوى الإفريقي في المستوى الكبير يعني إلى جانب حراس ظهرت المستوى في هذه البطولة كي يبقى نخص الدفاع ديالنا على مستوى التثبيت وكي نقوله المنظومة الدفاعية ديالنا على المستوى التثبيت هي ناجعة لأنه الآن إذا شفنا الإحصائيات فالمنتخب مغربية قريباً عنده زائد أربعة لأنه مستوى خمسة وتشجع لي هدف واحد والمنتخبات الكبيرة كاملة كأكد بأن المنتخبات اللي هي كبيرة كلها تشجع لي هدف يعني مثلاً السينيرات شجع لي هدف واحد كذلك يعني المغرب شجع لي هدف كذلك نيجيريا هدف المالي هدف فهناك يبقى بأن المنظومة الدفاعية ديالنا من المنتخبات اللي عندها نجعة هجومية كبيرة ستكون قوية جداً لأنك يقول لك الفريق الذي يدافع بشكل منظم وقاوي يمكن أن يفوز ولكن الفريق الذي لا يدافع بشكل كبير فيمكن أن يخرجوا هنا أخير لما نشوفه الإحصائية فالكون ديفوات قريباً كانت تخرج لأنه عندها نقص 2 خط الهجوم ديالنا لم يمشجلش ودخل المنطخب الميصري كذلك لأنه مشجل 6 ودخل المرمى دياله 6 يعني تعادوا سفر إذن المنظومة متفككة لا تعرف ما نقاط القوة من ناحية الهجومية ديال هاد المنظومة اللي عند المنتخبات ومن الدفاعي ولكن الآن توضعت الصورة بأن المنتخبات اللي بغت توصل نهائي وتفوز بالكلاس لابد تكون عندها منظومة دفاعية قوية جداً في جميع المراحل دياله خاصة سواء إذا كان على الضغط المتقدم أو لا في الواسط أو لا في المتأخر بالنسبة للمنظومة الهجومية سجلنا خمسة ديال الأهداف كيف تشغيل هذه المعطاة؟ فكان ظن بأن نحن عندنا من المهاجمين لأن تقريباً جاءنا واحد الفرص تقريباً لاجنين نديروا الإحصائيات ونقدرون نكونوا على الأقل سجلنا واحد تلاثناشر هدف ولكن النجاعة ديالنا على مستوى أمامها في المنطقة كما نقولون المنطقة لإنهاء الهجمة أو للبوكس ديال إنهاء الهجمة كان ظن بأن إننا كنا استغلنا الكرة الثانية وهي اللي كنا تتبع دياله هناك يجي سواء من زيز سواء من زياز سواء من حكيمي فهذه كلهم كرة الثانية كان عندنا واحد تركيز لها وهناك يبان بأن مجموعة من المنتخبات خرجتهم الكرة الثانية لأنها مكانش كيكون تركيز شارد وخاصة أن كيكون ارتخاء وكيكون واحد شوية عدم لمبولات في المسؤولية عدم توزيع فهناك يبان بأن المنتخب بغربي قوي من هذه النحية ولهذا فنزيد سنزيد القوي بالنجاة الدين الهجومية والتعامل مع الكورات خاصة في المنافسة القرية بدقة كبيرة جدا تحدثت قدمت شرين واحد لمعطاء حصلات الأهداف اللي تسجلت لحد الآن في دول المجموعات اللي هو تسعود جمعين هدف في السوء ثلاثين مقابلة بنسبة جوج فاصلة سبعة وابعين هدف كل مقابلة شقائبة وش يمكن نقولوا أنه كان من الممكن نشوفه حصلة أفضل بالنظر المستوى اللاعبين اللي كي معصوف مختلف المنتخبات اللي كتشارك في هذه البرطول اللي كيتشارك اللي كي معصوف منتخبات عالمية أم أن هذا الرقم يبقى رقما جيدا بالنظر الدورف المناخي اللي كتجار في هذه البرطول كما نجيب في السؤال في الجواب الآخر لأنه يتعرض بأنه بالمناخ اللي كيين وبالأحوال ضيال الطقس اللي كيين يعني منهارة الحرارة والرطوبة في أوقات الزمانية صعيب جدا فيها اللاعب كورة القدم ولكن ظهرت واحدة فرجة اللي هي أهداف لأنه وأهداف كانت جميلة فيها بعض الأهداف اللي كانت مبنية بعض الأهداف اللي كانت فيها بعض الأخطاء دفاعية أهداف اللي كانت على مستوى الضربة التابعة أي شيء وحتى نوع وبالتالي هنا كي يبين بأن القيمة دي الكورة الإفريقية انتقلت تسويقيا من قارة مغلوقة على نفسها أن جميع المتخبات يعني جاية وسادة على نفسها دفاعية متعتمد فقط على هجمة مرتدة لماذا كانت بعد المنتخبات اللي وصلت ربعا دي الأهداف في مباراة واحدة ثلاث الأهداف إيجودي الأهداف هناك يبين لك بأن تطور اللاعب الإفريقي على مستوى الناحية الهجومية وخاصة المنظومة التاكتكية لأن بعد ما يعني المدربي سعى أنهم يطوروا من هذه العلاقة ولكن كده على مستوى الدفاع شفنا بعض الأخطاء اللي كانت دفاعية وكانت ممكن يعني اللي ساهمت في هذه الأهداف أكيد سيد عيس في خدم حديث على هذه المنتخبات هذه يمكن ناخده منتخب غيني السوائي كمثال واللي هو منتخب كتصدر قائمة المنتخبات اللي سجلت أكبر عدد من الأهداف متفوقا على منتخب الوطني المغربي منتخب السينيغال ومنتخب نيجير إلى أي حد يعكسوا هذا المعطا تطور كرة القدم الإفريقي وكما نرى البطولات العالمية كتتقارن بعدد الأهداف وكذلك الكيفية ديالها إذن برزو واحد المهاجمين اللي ما كانوش غامضين ما كناش كاينعرفوهم على مستوى العالمي ما كانوش كاينعرفوهم مغمورة يعني الدرجة الأولى أو الدرجة التانية على المستوى الأوروبي ولكن كيبان هناك عندهم على الحين كانت تكوين إذن استغلاء إيشنا هو المهاجمين هنوش بوقع الناس أنه يستغلوا الفرصة سواء من تسجد خارج كيب نقولون صدق العمليات أو المربع العمليات وكذلك التملية الجانبية سواء كانت بالرأس أو اللي كانت على مستوى الأرضيات فهنكيبن بأن هناك واحد العمل تقني متطور وهنكيبن لأن فعلاً بأن هذه المواهد الإفريقية تطورت�도 باحتكاكها على م dependence في دوريات يعني خارجية سواء كانت على مستوى القرى الأسيوية أو على مستوى القرى الأوروبية ونماذا لكتفدة على مستوى القرى يعني الأفريقية فكيبنr بأن هناك بعض البطولات على مستوى القاري متطورة هناك يبان بأن المهاجمين أصبحوا يعني عندهم تهيئ آخر من خلال الفرص اللي كتجيهم كذلك الكيفية والطريقة باش كيش يجدوا الأهداف كانت جميلة جدا أكيد وحتى كانوا حتى منتخبات أخرى لخلقات المفاجأة على حساب منتخبات اللي كانت معشحة للدهاب لأبعد نقطة فهذه المسابقة لسبيل المثال منتخب ناميبي اللي يشفوق على المنتخب تونسي منتخب معي طانيا كيف ممكن لنا نقياه هذا معطا السيدعيس شوف باش نكون واضح معك الآن يعني في تقريبا في هذه الألفية الأخيرة يعني بعد المنتخبات اللي هيئة نفسها يعني هذه مدة طاولة جدا أنا كمتتبع ولا محلي يعني تقريبا ومدريب كان نظن بأن من 98 بدأت تكوين على مستوى القارة الإفريقية فدخلت واحد مجموعة من مؤسسات الأوروبية وأكاديميات يعني العالمية دخلت للقارة الإفريقية وعطتهم واحد نموذج ديالتكوين ديالتدريب رغم ما قلت الإمكانيات وكتستقطب لأوروبا جميع المهاريين اللي كتشوفهم عندهم الإمكانيات يكونوا وبتالي طورت كرة القدم الإفريقية آخر اجتماع اللي كان على مستوى هنا في مدينة الريباط ثم من اللجنة العلمية ديالفيفا أكدت على أن مستقبل كرة القدم هي الإفريقية واشي عش شفنا بأن ريهان على المواهب الإفريقية بشكل كبير جدا على الكرة الإفريقية بشكل كبير جدا وشفنا بأن واحد مجموعة من المنتخبات العالمية تستقطب المواهب الإفريقية وتقوم بتجنيزها فكنضل بأن المواهب الإفريقية عندهم الإمكانيات الدكائية وعندهم الإمكانيات بدنية وكذلك نفسية لتقدر أن تكون في هذه المنافسة القرية كنضل بأن اليوم الحديث على هذه المنتخبات مشيشة مفاجأة ولكن متتبع المشاهد العادي تظهر في هذه اللقاءات له هذه القارة مشتبين المنتخب ولكن احنا كمتتبعين عارفين بأن المنتخبات كانت تبعون من الفئة دي 14 سنة 15 سنة 16 سنة أقل من 20 يعني 23 كبير القوة ديالهم وهناك يخلك بأن لطفرة للإمكانيات وجدتوا الفرصة كبير المهارات ديالهم وتشعرش أن شفنا المنتخبات هي كانت قوية وليس بالمفاجأة لأن من يشتغل يمكن أن يصل إلى الهدف هذا العمل هذا وهذه المنتخبات التي دهت بهذه الصواة تقع إعلامية كثيرة تحدثت لأنها دهت على حساب منتخبات كانت قوية كمنتخب تونس لذي دهار بوجه باهج منتخب الجزائي دهار بأداء شاحب كيفاش يمكن لنا نفسر تراجع المستوى دي المنتخبات دي الشمال الإفريقي شوف بالنسبة لتراجع دي المنتخبات المستوى الإفريقي أولا كي يجوش تحويش إما كانت المنتخب تعتمد على اللاعب المحلي مشكل كبير وبالتالي كيفاش ديرها الأنظمة ديالها التحسن ديالها تنظيم هذا اللقاء ديالها التجموعة أولا عندك لعبين على مستوى الأوروبي ما كيشاركوش في أندية كبيرة أولا عندك شيخوخة يعني المستوى الفني ما شيء اللاعب وإنما شيخوخة المستوى الفني لهذه المجموعات اللي أنت كتكون إذن ديما ستكون عندك واحدة حيوية واحدة دينامية ديال هذ المجموعات هذه اللي كتتجديد ديالها كذلك تجديد الأفكار تماشيا مع الأسلوب اللي كي لعبوا به الآن على المستوى العالمي كيختلف على النمط إذن بعد الأخطاء كلها كتكون مرتكبة فالمنتخبات اللي هي كانت تعتبر بأنها قوية فكرة القدم أصبحت تؤمين ليس بالقوي من يحضر ومن يجهز على مستوى كما نقوله الهدف القارب أو المتوسط أو البعيد فلكل اتحاد لو اختيارته فكنضل بأن المنتخبات ليما هي قاش وعندها مشاكل داخلية وعندها إكرهات وعندها يعني كما نقول لك شيخوخة فنية داخل المنتخبات ديالها يمكن تظهر في المنتخبات الدولية بأنها بدون مستوى ولكن المنتخبات اللي هي تجديد وتشارك وتتابع يعني كما نقوله تستمر وتقوم بصناعة واحدة المجموعة فكنضل يمكن أن ذلك المنتج ديالها غيبان أمام واحدة ضهورة عالمية في حديثنا على العمال الانستمرارية كيف تشوف سيدريس حدود المنتخب في المقابلات اللي جيين خصوصا أنه عندنا مقابلات اللي اعتبرها العديد من اعتبرت العديد من الصحف أنها مقابلة قوية أمام منتخب جنوب إفريقي شوف جنوب إفريقية ديالآن عن منتخب مغربي خسي عرف الإنسان منتخب مغربي ديز مراحيل يعني طويل راجي من نستوي سبعين وعنده واحد واحد للأحلام وعنده واحد الأهداف واحد الدولة كلها يعني بجلالة المالك محمد السادس اللي هو الآن رصد واحد مجموعة دي الإمكانيات مالية كبيرة جدا خاصة للرياضة وكرة القدم بالذات أنه يوصل لواحد أولا تنظيم تظاهرات العالمية ثم كذلك ظهور منتخب بشكل كبير بين منتخب يعني ديالنا في قطر اللي كانت بهذا طقوس ديال المناخ وكانت العالم كله متخوف من الرطوبة إلى غير ذلك وبالآن وصل رابع عالميا إذ الآن باش تزيت تفوت يعني رابع عالميا عدارة أفريقية يالله احنا 54 دولة والمنتخب فكانتظن من هذ 24 منتخب اللي كانت وصبحة 16 خصة توصل واحد الربعة ثمانيات توصل الربعة توصل الجوج توصل النهائي إذ المنتخب كما يدر حط بأنه الحلم دياله أنه يوصل والجامعات وصل النهائي والتالي لا بديل على النهائي إذن هنا المنتخب الجنوبي فريقية هو الذي سيتخوف من قوة المنتخب المغربي وشفنا في المباراة الأخيرة كيف أبدعه وخاصة سيكون توقيت جميل جدا وخاصة سيكون بالتوقيت المسائي فكانتظن المنتخب عنده كل من الإمكانيات لعبين شفنا هم دخلوا اللي كانوا مع المنتخب قلم 23 هناك يبان بأن هناك عمل قاعدي دخلوا أنهم بدلوا واحد المجهود وبينوا على يعني واحد المستوى كبير ولأول مرة كيلعبوا مع الفريق الأول هناك يبان بأن هناك واحد تصور واحد الرؤية لهذا المنتخب ولذلك أنا كان نظن بأن المنتخب المغربي قادر أنه يوصل للنهائي إن شاء الله سيداس نبغي نختمو نشوف عندنا من الحضوض لأن كل كانت منطفرة من ناحية اللوجيستيك لمن ناحية البيبليك لأن الجمهور منسوش يعني حضر بحث شكل كبير جدا رجالية المغربية حضر مشكل كبير كما قال وليد رجالي أنه عندهم يعني كيدور المدرجات يرى يعني الجماهر اللي جات يعني مسافرة كما نقول على دراجة جات المسافرة بالأهل هذه الخاصة تحضر هالتظاهرة في الأدغال يعني الأفريقية وبالتالي كان واحد دعم أوراً خارجي دعم يعني اللي هو ديال الدولة ديالنا لأنه حضر الجامعة بالصفراء ديالها بالديبلوماسية ديالها من أجل الوصول وكذلك قد نلعبين لهذا الجيل عندما وصل إلى المرتبة الرابعة لا بد أن يحمل في الخزينة واحد الكأس اللي هو كأس الأفريقية اللي احنا بتقريب من 76 نحن جايين كان ناضلوا منه من أجل دياله بالإكرهات دياله بالكولاسة دياله ولكن الآن يعني من تطورة كرة القدم وفدد الفار وجود مراقبين على مستوى العالمي إعلام دولي فالمهارة والاستحقاق من يكون مركزاً وانا عنده تركيز دهني ومن له الطرى والبدنية ومن له من الحلول يعني والمفاتيح متغيرة ديال النجاعة وديال الهجوم فيمكن أن ينتصر ويفوز بيت ولكن حدود المغرب إن شاء الله كي ناعدنا باش نكونوا إن شاء الله في النهائي إن شاء الله شكراً لك سيدريس على كل هذه الأقام والمعطيات وعلى السعادة الصدادية شكراً لكم متمنوا التوفيق شكراً لكم أنتم مشاهدينا شكراً لكم على حسن إصغائكم وإلى اللقاء